أحياناً بتبقى فيه مباريات وشد وجذب خارج الملعب خارج الملعب انتوا عارفين كيروش كيروش بغض النظر بقى عن حديثنا اللي هنتكلم فيه وأصل الحكاية يورا كيروش مدير فن كبير وعمل أداء جيد الحياة مع المنتخب الوطن كيروش مدير فن كبير وعمل أداء جيد مع المنتخب الوطن ولكن كلينسمان مهاجم ألمانيا كان النهاردة بيعلق على المباراة فانتقد كيروش بشدة وانتقب المنتخب الإيراني وقال انه هو ليه ومسلوب كده يعني كيروش أنسب واحد ينفعله يسكت بقى كيروش لا تعالى تعالى واعتماع من لا يرحم كلينسمان ده كمان رئيس اللجنة الفنية يعني آخي تايتل وفوزيشن كان المفروض انه هو بيتكلم هو رئيس اللجنة الفنية في كاس العالم يراعي الحديث ويفهم ان في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش عمل ايه كيروش ام تديله على طول كده على طول قال له ايه قال له عزيزي يورجن لقد اخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس لذلك اعتقد من المناسب ان اقول لك يورجن خلاص بقى يعني خلت انت انا اسمي كابتن هتقول لي باسمي هقول لك باسمك ادي الموضوع خلص على كده لا قال له حتى لو لم تعرفني شخصيا فانت تشكك في شخصياتي بسبب حكم متحيس بغض النظر عن مدى احترامي لما حكمي حكم متحيس او حكم متحيس مدى احترامي لما قلته قال له يعني بغض النظر عن انا مجتنع باللي قلته ولا ما قلتوش التصريحات دي ما ينفعش ما تطلعش عيب اهو فعايز يقول له ايه يعني هتصرح وحتتكلم هتديه لك على طول الامور يعني لازم كرة القدم برضو الناس اللي بتمسك يا جماعة فيه لجان فنية وبتمسك تايتل ما ينفعش يقول النقل بالشكل ده ما ينفعش النهاردة يقول الانتقاد لمدرب او منتخب بلد بلعب في كاس العالم حضرتك ملكش دعوة بأسلوبه ولا ليك دعوة بمنتخب هذه البلد طريقتهم أسلوبهم ينطقت حكم ما انتخدش فيه لوائح وقوانين وفيه حكم شاف انه هو تجاوز لحمر على طول يترودو يخليه دي مش تخصص حضرتك ده تخصص الحكم فكيروش هنا كان خاصي جدا في الرد لان الحقيقة يورجين كمان كان يستحق هذا الرد الخاصي خاصي